موسيقى مشاهدين أهلا وسلام بكم إلى نشرة الأخبار من قناة الأخبار المغربية بداية وجه صاحب الجلل الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العام للقوات المسلحة الملكية اليوم الثلاثاء الأمر اليومي للقوات المسلحة الملكية وذلك بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لتأسيسها وبهذه المناسبة رفعت أسرة القوات المسلحة الملكية برقية ولاء وإخلاص إلى صاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العام للقوات المسلحة الملكية ويحتفي المغرب اليوم بالذكرى الثامنة والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية وهي مناسبة لاستحضار الإنجازات الكبرى والتضحية الجسام التي تبذلها هذه المؤسسة العتيدة الصاهرة على صون المصالح العليا للأمة تحت قيادة صاحب الجلال الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العام للقوات المسلحة الملكية وتشكل هذه الذكرى مناسبة لاستحضار الرؤية الحكيمة لجلالة المغفور له محمد الخامس الذي سارع بمشرد بزوغ فجر الاستقلال إلى تكليف ولي عهده أنذاك جلالة المغفور له الحسن الثاني بتشكيل النواة الأولى للقوات المسلحة الملكية وكذا مدى حرص جلالة المغفور له الحسن الثاني ثم صاحب الجلال الملك محمد السادس على إلاء عناية خاصة لهذه المؤسسة من أجل تحديث وتجهيز وحداتها وتوفير كل السبل والوسائل الضرورية حتى صارت اليوم الحصن الحصين لحماية الوطن والدفاع عن مقدساته ومكتب سباتها كما تعد هذه الذكرى مناسبة للاحتفاء برجال ونساء القوات المسلحة الملكية الذين يسهرون على تنفيذ المهام من نبيلة التي أحدثت لأجلها هذه المؤثسة بتاريخ الرابع عشر من مايا من عام ستة وخمسين تسعمائة وألف ومنها الدفاع عن الوطن والمساهمة في بناء المغرب الحديثة تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية تابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطنية صباح اليوم الثلاثة من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش ينشط أعضاؤها بمدينتي تيسنيت وسيد سليمان وذلك في إطار الجهود المتواصلة لمواجهة مخاطر التطرف العنيف وتحيد التهديدات الإرهابية التي تحدقه بأمن المملكة وسلامة المواطنين وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية تابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطنية أن هذه العملية الأمنية النوعية التي باشرتها عناصر القوة الخاصة لفرقة التدخل السريع مكنت من توقيف أربعة متطرفين تتراوح أعمارهم بين 22 و40 سنة وأضاف المصدر ذاته أن عملية التفتيش المنشزة بمنازل المشتبه فيهم مكنت من حجز معدات شبه عسكرية من بينها سترة تكتيكية وخودة ومناظر تسديد وقناع بالإضافة إلى مخطوطات ذات طابع متطرف ومجموعة من الدعامات الإلكترونية سيتم إخضاعها للخبرات الرقمية اللازمة هذا وانطلقت اليوم الثلاثة بالمنامة بمملكة البحرين أعمال الاجتماعي مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية تمهيدا للقمة العربية العادية في دورتها الثالثة والثلاثين التي ستعقد بعد غدنا الخميسة ويحضر المغرب في هذا الاجتماع الوزاري العربي بوفد يرأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المكمن بالخارج السيد ناصر بوريتا ويضم بالخصوص السادة محمد أيتواعلي سفير المغرب بالقاهرة ومندوب هو الدائم بالجامعة العربية ومصطفى بن خي سفير المغرب بالبحرين وعبد العالي الجاحد رئيس قسم المنظمات العربية والإسلامية بالوزارة ومصطفى رزوق رئيس قسم المشرق وهشام ولد صلاي نائب مندوب المغرب بالجامعة العربية وتم قبل الاجتماع عقد سلسلة من اللجان الوزارية المعنية بمتابعة عدد من القضايا ومن المنتظرين ينظر الاجتماع والوزارية العربية في جدول عمال القمة العربية وفي مشاريع القرارات التي ستصدر عن القمة وعلى هامشي الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الثالثة والثلاثين شارك وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغرب المقيم بالخارج السيد ناصر بوريطة اليوم الثلاثة بالمنامة في اجتماع هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات وتتزكون الهيئة من ترويك القمة العربية المملكة العربية السعودية والجزائر والبحرين وترويك مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارية المملكة المغربية موريتانيا واليمن وصدقت الهيئة على تقرير الامر العام لجامعة الدول العربية المعروض عليها والتي تضمن إشارة إلى المجهود الذي تبذلها وكانت بيت مال القدسي الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله وكذلك العملية الإنسانية التي أمر بها جلالته بتاريخ الثاني عشر من مارس 24 ألفين لفائدة الفلسطينيين في قطاع غزة والقدس الشريفة والتي تقدر بأزيد من أربعين طنا من المواد الغذائية بميزانية إجمالية بلغت مليون دولار وطنيا دائما وفي خضم الثورة الرقمية التي غزت مختلف المجالات ينتشر الكتاب الرقمي الذي يزاحم الكتاب الورقي المعرض الدولي للنشر والكتاب في الرباط فرصة للترويج للكتاب والتأكيد على دوره الثقافية رغم التحولات التكنولوجية في فضاءات المعرض الدولية روبرتاج عدل طيف مطالبة المعرض الدولي للنشر والكتاب يستأثر باهتمام الكثيرين موعد سنوي لجديد الإصدارات ومناسبة للتداول في قضايا النشر والكتاب فضاء الندوات مسرح يومي لمختلف النقاشات محمد الأشعر صاحب جائزة البوكر العالمية للرواية العربية في حديث ذي شجون مع ثلة من المبدعين والكتاب حول هموم الثقافة والكتاب المنتظر من معرض الكتاب أي معرض الكتاب هو توسيع القراءة وتشجيع لها وإشاعة الاقتناء الكتب الأدبية على وجه الخصوص والعلم الإنسانية أيضا هناك خطورة جدا لهذه المواصلات المعرفية الخصوص والطبور الذي يصير نحوه الدكاء الصناع وغيره وهناك انتقادات كثيرة توجه على أنه سيفقد يفقد الإنسان كثير من إنسانيته ويفقد تقاف كثير من جوانبها الإيجابية ولكن يبقى أن هذا عصرنا يجب أن نعيشه الدورة التاسعة والعشرون فرصة لاقتناء الكتاب والترويج له رغم التحولات الرقمية الحديثة عبد الرحمن تمارى ناقد وأستاذ جامعي يعتبر الكتاب ضرورة تفرض نفسها رغم الثورة التكنولوجية نحن في حاجة نمس إلى الكتاب لأنه يمتج جزء أساسي من جربة الحياة لإنسانية والتقاط هذه الجربة يقتضي بالضرورة أن يكون هناك إنسان يطلع عليها ويعرفها ومن خلالها يعرف قضايا تخص المشرمات تخص الواقع تخص الدات وللتلفاء حينما نجد هذا الواقع الآن المليء بمجموعة من التحولات خاصة على المستوى الرقمي لا ينفي إمكانية الانفتاح والاقتراب أكثر من الكتاب الورقي ما نراه في المعرض يشهد على أن الكتاب الورقي لا يزال حاضرا بقوة في الحق التداولي المعرفي لكن طبعا هناك منصات هناك إنتاجات رقمية يبدو لي أنها ما تزال محدودة للكتاب الرقمي ميزات مهمة ما يجعل الكتاب الورقي أمام تحديات جديدة غير أنها قد تكون ميزات للتكامل بينهما نجرب القرائية بصفة عامة التي يمكن أن يراكمها الإنسان عن طريق الكتاب الورقي أو الكتاب الرقمي هي تجربة مهمة في الحياة الإنسانية فيستطيع من خلالها أن يتعرف على ذاته على الوجود الإنساني على جمعة من القضايا التي تحص الإنسان الورقي تبقى عنده المكانة دياله عنده الوظائف دياله ما تعوض شيء الرقمي كان واحد كامل ما بين الاثنين الكتاب الورقي سيبقى ويبقى له قيمته التي قد تقل إلى حد ما في التعامل ويبقى في المرجعيات المتبقى المعرض الدولي للنشر والكتاب تظاهرة لترسيخ ثقافة النشر والكتاب فالكتاب الورقي أكثر نسجا للعلاقة بين الكاتب والقارئ وللقارئ حينها لذة التصفح لخير جليس في الزمان ودمن سياق متصل على هامش النسخة التاسعة والعشرين المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباطة وقعت المكتبة الوطنية للمملكة المغربية والمكتبة الوطنية الفرنسية مذكرة تفاهم تهدف إلى تكثيف تعاون بين المؤسستين في مجال المكتبات نتابع ورقة سكينة مسوية المكتبة الوطنية للمملكة المغربية والمكتبة الوطنية الفرنسية توقعان مذكرة تفاهم تهدف إلى تكثيف التعاون بين المؤسستين في مجال المكتبات وذلك على هامش النسخة التاسعة والعشرين للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط هذا التوقيع يندرج في إطار توسيع التعاون الذي بدأ سنة 2004 بين المؤسستين التي تنفتحان اليوم على مجالات أخرى ضمنها الرقمنة وإدارة المكتبات والتكوين المذكرة تنص على تطوير برامج التعاون في مجال رقمنة المجموعات الوثائقية وتنظيم دورات تكوينية وتبادل الخبرات بين الطاقم المسير للمكتبتين وبرمجة تظاهرات ثقافية وعلمية مشتركة سعيدنا بتوقيعي هذه الاتفاقية مع المكتب الوطني للمملكة المغربية التي تتطلع لأن تكون مؤسسة كبيرة على مستوى القطة الافريقية وهذه المبادرة تصنف ضمن خانة استمرارية العلاقة الوثيقة جدا بين البلدين وبين المكتبتين هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة في التعاون الثقافي بين المغرب وفرنسا مما يمكن المكتبتين من تنفيذ مشاريع ملموسة في المجالات ذات الاهتمام المشترك نبقى مع فعاليات دورة التاسعة والعشرين من المعرض الدولي للنشر والكتاب حيث أشرفت لجنة مختصة مكونة من نقاد وشعراء على انتقائي القصائد الفائزة في الدورة الثالثة لجائزة شعراء الشباب بناء على معايير فنية وأدبية رضوان مستقيم كاعة أفق بفضاء المعرض الدولي للنشر والكتاب تحتضن حفلة تتويج الفائزين والفائزات في الدورة الثالثة لجائزة الشعراء الشباب التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة الحفل حضره على الخصوص وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد الذي أشرف على تسليم الجوائز ما يلفت الانتباه في هذه الدورة مشاركة الإينات مشاركة مشاركة بنسبة فوق 68% يعني نسبة شعرات أكثر من شعراء وهذا الإقبال على الشعر يدل على أن هذا الجنس الأدبي رغم قدمه لأنه يعتبر من أقدم وأرصخ أشكال التعبير التي عرفها الإنسان ما زال يفرض نفسه في الساحة الأدبية والثقافية الدورة عرفت تخصيص ثلاث جوائز للأصناف ثلاثة المشاركة والمتمثلة في صنف اللغة العربية والزجال وصنف اللغة الأمازيغية وصنف اللغات الأجنبية فرحة لا توصف بهذه الجائزة التي توجد بها اليوم بمعرض دولي للكتاب التي تنظمه هذه المدينة مدينة الأنوار عن قصيدة امرأة من زمن الشتات شركت بقصيدة بعنوان تمغرت أو لا الامرأة أو لا المرأة والحمد لله تم اختيار هذه القصيدة من بين القصائد الفائزة بهذه المسابقة كي دوم نوس نوس مزاد بلغة العربية أنا وهم هذا الزمن سبب اللي خلال نكتب القصيدة هو أنه مؤخرا عشت تجارب كثيرة اللي أطرأت فيها ذلك الشيء لاش حاولت نعود فيها بطريقة اللي نعبر فيها على المآسي والأحزان اللي تزنى منها كاملين كامغاربة خاصة في الأواخر حيث شنا زلزال جائزة الشعراء الشباب تهدف إلى تشجيع المواهب الشابة في مجال الكتابة الشعرية وتثمين موهبتها وتحفيزها على ارتياد عالم الإبداع إلى الشعنية السودانية فادت الأمم المتحدة بأن المعارك الأخيرة في مدينة الفاشر بولاية شمال درفور السودانية خلفت ما لا يقل عن 27 قتيل و130 جريحاً وتسببت في نزوح مئات الأشخاص وذكرت وسائل إعلام أن للشباكات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريعة التي اندرعت يوم الجمعة تواصلت يوم الأحد متسببة في عدة أضرار وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في آخر تحديثاتها لأن للشباكات بدأت في الجزء الشرقي من مدينة الفاشر وامتدت إلى وسط المدينة وأطراف السوق الرئيسي والأحياء بما أدى إلى سقوط قتل وجرح في صفوف المدنيين دولياً دائماً تواصلت في غرب كندا أمس عمليات إجلاء السكان في مناطق تقع على مقربة من بلدة تتهددها حرائق الغابات التي أتت هذا العام قوية رغم أن الموسم لا يزال في بدايتها وصدر التوامر لنحو خمسة آلاف شخص بإخلاء هذه المنطقة بسبب حريق يعتبر خارج نطاق السيطرة والتهم أكثر من خمسة آلاف ومائتي هيكتار من الغابات الواقعة شمال فورست نيلسون وكان فصل وشتاء في هذا البلد من بين الأكثر دفءاً في تاريخها إذا تساقطت كميات قليلة من الثلوج في العديد من المناطق وتثير هذه الظواهر المناخية المخاوفة من صيف مروع آخر لا سيما وأن بعض الحرائق ظلت مشتعلة طوال فصل الشتاء رياضياً فذت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بأن المنتقب الوطني الأول سيواجه زامبيا يوم السابع من يونيو المقبل والكونغو يوم الحادي عشر من هذا الشهر برسمي الجولة الثالثة والرابعة من التصفية الفريقية المؤهلة لكأس العالم ستة وعشرين وألفين لحساب المجموعة الخامسة وأوضحت الجامعة في بلاغ نشرته على موقعها الإلكترونية المباراة المنتخب الوطني ضد نظيره الزمبية ستجرى بالملعب الكبير بأغادير في تمام ساعة الثامنة مساء فيما ستجرى المباراة ضد الكونغو على ساعة الخامسة عصراً بملعب الشهداء بمدينة كينشاسا ويحتل المغرب والمركز الأول في المجموعة الخامسة برسيد ثلاث نقاط إلى جانب كل من زامبيا والنيجر وتنزانيا فيما تحتل الكونغو والمركز الخامس من دون نقاط الرياضيان دائما نكذت اللجنة المناثمة للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم الثاني والعشرين لكرة المدرب التي سيصطدفها النادي الرياضي لسيكاكي المغرب من الثامن عشر للخامس والعشرين من ميا الجارية أن دورة هذه السنة ستشهد حضور مميزاً لأجود اللاعبات على الصعيد الدولي شيم أبكا حضور متميز لأجود اللاعبات على الصعيد العالمي ضمن دورة الثانية والعشرين للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم لكرة المدرب حسب تأكيد للجنة المنظمة لهذه الجائزة المدير التقني للدورة الحالية السيد خالد الطالب وخلال ندوة صحفية نظمت بالرباط أكد أن هذا الموعد الرياضي الدولي الذي سيستضيفه النادي الرياضي لسيكاكي المغرب من الثامن عشر إلى الخامس والعشرين من مي الجاري سيشكل طبقاً غنياً ومتنوعاً لعشاق الكرة الصفراء حيث سيعرف هذه السنة مشاركة ثلاثون لعب من المصنفات ضمن قائمة المئة الأوليات من بينهن حاملة اللقبة الإيطالية لوسيا برونزيتي المصنف الثامن والأربعين عالمياً في آخر تصنيف لسنة الفين واربعة وعشرين كما ستعرف المصابقة أيضاً مشاركة مغربية قوية عبر الثلاث مغربيات ستخذنا الإقصائيات ويتعلق الأمر بكل من آية العوني الفائزة بلقب بطولة أنطاليا تركيا ويسمين القباج وملك العالمي تنظيم هذه التظاهرة الرياضية الكبرى التي تقام للمرة السابعة على التوالي بالنادي الرياضي لسيكاكي المغرب يكرس السمعة الطيبة والثقة التي يحظى بها من قبل الهيئة الدولية والجامعة الملكية المغربية لكرة المدرب بفضل الظروف الملائمة التي يهيئها للمشاركين على جميع المستويات وبالورقة الرياضية نسل المشاركين الكرمالي نهاية هذا العرض الإخباري نشكر لكم حسنة وطيبة المتابعة الطيبة المناء